يعتقد العلماء ان ايسلاندا كانت منطقة بين جرينلاند والدول الاسكندنافية وتجاوزت مساحتها ستمائة الف كيلو متر مربع لكن هذه المساحة غارقة تحت الماء حاليا قبل ملايين السنين كانت الارض اشبه بفطيرة بيتزا كبيرة حيث كانت القارة متصلة ببعضها في قارة واحدة عظمى تدعى بانجيا ومنطقة شمال الاطلسي الحالية كانت يابسة جافة في الفترة ما بين 335 مليون الى 175 مليون سنة ولسنوات عديدة افترض العلماء الجيولوجيون ان المحيط الاطلسي الشمالي ظهر عندما بدأت بانجيا بالتفكك قبل حوالي 200 مليون سنة وبسبب وجود باراكين في منطقة ايسلاندا لم تظهر الدولة الا قبل 60 مليون سنة عندما انفصلت وانجرفت عن مناطق اليابسة الاخرى ولان الارض كانت تبدو مثل فطيرة بيتزا كبيرة فقد انقسمت مثل البيتزا حيث تفككت عدة مناطق من اليابسة الى قطع كبيرة وصغيرة شكلت القارات الحالية لكن تقترح النظرية الجديدة ان تفكك بانجيا ترك قطعة يابسة بمساحة 320 كيلو متر وقبل حوالي 10 ملايين سنة فقط غرقت هذه اليابسة في المياه على الجانبين الشرقي والغربي ولم يبقى سواقمتها المعروفة حاليا باسم ايسلاندا تطحن الصفائح التكتونية بعضها البعض اثناء تحركها مما يعطي التضاريص الجغرافية شكلها الحالي كل ذلك بفضل وشاح الارض لكن هذه النظرية تتعارض مع كل المذكور في كتب التاريخ ودراسات العلماء لذلك بدأ العلماء في رفضها باثارة الكثير من التشكيك والنقد بعد تحليل قاع المحيط تحت ايسلاندا وقشرة الارض اظهرت النتائج ان الفكرة ليست مستبعدة القشرة تحت ايسلاندا اسمك من القشرة العادية تتكون القشرة المحيطية من صخور مصهورة فريدة من نوعها مقارنة بالقشرة القرية التي نمشي ونعيش عليها كما انها اكثر كثافة بكثير رق طبقة على الارض هي القشرة وهي حيث تتواجد الحياة انها ضرورية للمياه وزراعة المحاصيل وجمع الموارد الطبيعية والمعادن وتنفس الاكسجين تغور القشرة للأعماق لكنها تظل فوق وشاح الارض مباشرة كما تتجدد ذاتيا لانه يعاد تدويرها باستمرار الى الوشاح ومن ثم تعود الى الاعلى لهذا السبب تبلغ سماكة صخور القشرة المحيطية حوالي اربعين كيلو متر مقارنة بثمانية كيلو متر فقط في بقية الاماكن وهذا منطقي لانها تقع في بؤرة للبراكين تظهر عمليات المسح المغناطيسي لقاع المحيط طبقات قشرة منصهرة بانماط شريطية وباعتبار تغير استقطاب مجال الارض المغناطيسي على مدى ملايين السنين فقد لعب هو الاخر دورا في تشكيل التضاريس الجغرافية مع اننا نفتقر حتى هذه اللحظة لاي دليل ملموس يثبت النظرية الجديدة تتمثل احدى الخطوات الاولى لاثبات صحتها في حفر قاع المحيط القريب من ايسلندا الزركون معدن قوي ومتين يمكنه البقاء لمليارات السنين رغم تآكل قشرة الارض عند اخذ عينات منه ودراستها سيتمكن العلماء من تقدير عمر القارات الجيولوجي وقد يثبتون ان القشرة محيطية لانها سميكة او انها قارية كتلك التي نسير عليها هكذا مشروع باهظ التكلفة وطويل الامد هناك طريقة اخرى تتمثل في اجراء عمليات مسح لقياس الصدى على سفن الابحات وقد يساعد حفر ثقوب عميقة في القشرة في تدعيم البحث لكن هذا مكلف اكثر من دراسة معدن الزركون بعض النباتات المتحجرة التي تنفرد بها الدول الاسكندنافية وغرينلاند قد تثبت ان ايسلندا كانت يابسة في الماضي وربما ازدانت بالاشجار لم تكن ارضا باردة كما هي اليوم لذا ربما ضمت بعض الغابات لكن لم يعثر العلماء بعد على ادلة احفورية لحيوانات مشتركة بين المنطقتين لدعم الفرضية ربما سنكتشف بعض الاحافير لاحقا تتعمق النظرية وتقترح وجود ايسلندا العظمى ومع وجود ايسلندا وايرلندا وبريطانيا والدول الاسكندنافية وغرينلاند في قارة واحدة ستصبح المنطقة وجهة مفضلة لعشاق الثلوج والتزلج وربما يجري ربط كندا بايسلندا العظمى بقطار فوق المحيط مما سيزيد من الفرص الاقتصادية تبلغ مساحة ايسلندا حوالي 103 الف كيلو متر مربع وهذه المساحة كبيرة بحد ذاتها ولو كانت ايسلندا العظمى موجودة اليوم لاصبحت اوروبا قارة مختلفة تماما هناك العديد من النظريات المتداولة حول قارات صغرى مخفية حول العالم لا يزال العلماء غير متأكدين من احتمالية وجود ايسلندا لكن في حال اجريت الابحاث والدراسات اللازمة فقد تغير هذه النظرية كل ما نعرفه حول ايسلندا والمحيط الاطلسي الشمالي وقد يمهد ذلك الطريق لاكتشاف قارات صغرى اخرى غارقة حول العالم هناك نظرية اخرى تقول ان نيوزيلندا هي قمة لشبه قارة مفقودة اكبر من ايسلندا واسمها زيلانديا تظهر الدراسات انها انفصلت عن شبه القارة العظمى جندوانا قبل 79 الى 83 مليون سنة ويزعم العلماء انها ارقوا واحدثوا قارة اكتشفوها تحت الماء الكراتون صخرة مركزية تعمل كقاعدة اساس لمعظم القارات يبلغ عمرها مليار سنة على الاقل لكن القشرة القرية التي تشكل زيلانديا بنصف ذلك العمر مما يجعلها حديثة وهذا يعني ان بعض الكراتون مفقود منها رغم انها تحمل بعض بقايا الصخور القديمة واجزاء من طبقة الوشاح يقدر عمرها ب2.7 مليار سنة اجرى علماء بعض الدراسات على بيلورات زيركون من نيوزيلندا واكتشفوا ان عمرها يبلغ 1.3 مليار سنة فيما يتجاوز عمر بقية القارات 3 مليار سنة درس العلماء التكوينات الصخرية في قاع المحيط حول نيوزيلندا واكتشفوا انها مصنوعة من السيليكا والجرانيت الموجودين في القشور القارية الغالب ان قاع المحيط يحتوي على صخور غنية بالمغنيسيوم والحديد كما انها اعرض واعلى من القشور المحيطية المحيطة بها اجرى العلماء المزيد من الدراسات وجمعوا بيانات مغناطيسية وتوبوغرافية لمعرفة الرابط بين بحر تاسمان وبحر المرجان في منطقة كيتوترو هذه المنطقة هي الشريط الضيق بين زيلانديا واستراليا تتبعت بيانات الاقمار الصناعية عيوبا صغيرة في جاذبية الارض لرسم خريطة لقشرة قاع المحيط في المنطقة ورأوا بوضوح الكتلة التي تشكل زيلانديا بحجم استراليا تقريبا لكن هذه العلامات لا تثبت اي شيء من المحتمل ان عدة قارات صغرى تفرقت عندما انفصلت استراليا من جوندوانا في تلك الحقبة كانت القارة العظمى مكونة من امريكا الجنوبية وانتراكتيكا واستراليا وزيلانديا والجزيرة العربية وشبه القارة الهندية القشرة القرية ليست مثل القشرة المحيطية حولها ونيوزيلاندا ليست اكبر دولة لكن لو صحت النظرية فان حجم زيلانديا هو ستة اضعاف حجمها الاصلي موريشيوس جزيرة حديثة عمرها بضعة ملايين سنة فقط تبعد عن ساحل افريقيا مسافة الف وتسعمائة كيلو متر فقط ويعتقد انها ظهرت قبل حوالي تسعة ملايين سنة اطلقت البراكين المغمورة في المنطقة الكثيرة من الحمام البركانية التي شكلت هذه الجزيرة لكن العلماء وجدوا صخور زيركون يتجاوز عمرها ثلاثة مليارات سنة قد تكون هي الاخرى جزءا من قارة مغمورة تحت الماء تسمى موريشيا بحجم يعادل ربع مساحة مدغشقر الزيركون الذي عثروا عليه كان مندمجا في الصخور الصلبة وليس في الرمال فقط وهذا يستبعد احتمالية جرافه الى الشاطئ من قارة اخرى لا يزال بعض العلماء غير مقتنعين بذلك ويجادلون بان اكتشاف صخور مختلفة عن الصخور النموذجية الناتجة عن الثورانات البركانية قد تغير موقف المجتمع العلمي من النظرية لكن مثل ما قد تكون ايسلاندا جزءا من ايسلاندا العظمى كانت موريشيا تسمى في السابق رودينيا وتكونت من الهند ومدغشقر وتقترح النظريات ان موريشيا انغمرت بالمياه عندما انفصلت الهند عن مدغشقر قبل حوالي 85 مليون سنة